دراسة على لاجئين من أفغانستان وسوريا تؤكد ازدياد اهتمام بالسياسة طردا مع الحصول على الجنسينية النمساوية في تناسب طردي بين السياسة والحصول على الجنسين النمساوية بما معناه وإن كان حزب الشعب بيسعى لتصعيب عملية لم الشمل فهو كمان هناك عملية تصعيب أكبر لعملية الحصول على الجنسية النمساوية مقارنة ببعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي تعليق حضرتك على الخبر دي يعني صراحة دراسة في مكانها دراسة مشكورة ومحمودة كل من قام بها صراحة أشارت على أن الشخص بيزداد اهتمامه بالسياسة والواقع السياسي الموجود بالنمسا عندما يحصل على الإذن الانتخابي هيك نعم الإذن الانتخابي اللي هو فعليا الجنسية النمساية فلما بيحصل على الإذن الانتخابي هذا بيهتم بالسياسة طبعا هذه الدراسة لا أعتقد أنها بصراحة يعني دقيقة للغاية لأنه بصراحة كل شخص يعيش هنا في النمسا معني بمن يحكمه معني بمن يدير أموره معني بالقوانين التي ستشرع وتصد في البرلمان النمساوي بالتالي الجميع هو معني ولكن على ما يبدو أنني معني في السياسة عندما أحصل على الجنسية فأقرر من سيكون في من لا سيكون طبعا إحنا منعرف طبعا دي اللي أقرت الاستطلاع ده منظمة غير حكومية اللي هي منظمة الأجانب يصبحون أصدقاء معرفش مدى رغم الاهتمام بتاعهم فريمدن فياردن فرويندن يعني الموضوع ده ومدى تأثيره على القرارات الحكومية الخاصة بعملية الجنسية من عدمه أستاذ الكريم هذا هذا مثل ما حكينا سابقا بالعديد من الأخبار أنه فعليا هذا كله يندرج ضمن التنغيم التنغيم على وتر على وتر تسهيل الجنسية النمساوية المقبل يعني أنا أكاد أجزم بصراحة أن مع تغير الحكومة الحالية والانتخابات المقبلة وهذا سيكون هناك تسهيل بشكل أو بآخر لما يخص موضوع الجنسية النمساوية نعم